بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم الناس كتيرة من حضراتكم تسألوا ان عندهم هوية لكن حطينها في مكان ما بتوصلوش شمس مباشرة او اضاءة عالية طيب هنشوف مع حضراتكم ازاي هنقدر نتجاوب على السؤال ده الهوية عندنا شك شك ان هي هتستخدم داخلي مفيش مشكلة بالنسبة لها ان شاء الله يعني الى حد كبير هتكبر وتنمو وكل حاجة مش بالصورة الطبيعية وكمان هيبقى فيه صعوبة ان هي تدينا اظهر طب تعالوا نشوف اثر الشمس على الهوية اه على الوقت احنا عندنا نباتة هوات اه مع بداية الدفع عندنا في مصر لما الجو بدأ يدفي شوفوا حضراتكم الجزء ده كله كده كل ده عبارة عن نمو جديد في وقت قياسي هذا البرعب النمو وده الاوراق الجديدة زي ما حضراتكم شايفينها وباللاحظ اثر الشمس على النبات اذا كان فيه كمية النمو او طبيعة النمو ذات نفسه الورقة بسم الله ما شاء الله بيبان الفرق في لونها النباتة التانية ده كمان اهوت تمام اللاتشا دي اللي في الورقة دي اثر شمس زيادة علشان تبقوا عارفين ده برضو كمية النمو والالوان بتبدأ تحضر في الورقة الالوان الكريمسون كوين زي ما حضراتكم شايفينها هي بتبدأ تظهر في الورقة بيبان اللون الاحمر فيها وده كمان نباتة عندنا اهوت بس كان فيه شوية طراب اللي من اللي فاته مع المية عملت بوعة على الورقة اه ادى كل المجموعة دي كده نمو جديد زي ما حضراتكم شايفين وباين جوه البراعم النامية نيجي كمان عن المجموعة ديات انا كل ده بنحاول نوريكوا تجربة عملية على الاسار بتاعد الشمس على النباتات اه كل الجزء اللي هو اللون الغامق ده كل ده نمو جديد حتى الاوراق دي حديثة عفوا يبقى احنا متفاهم مع حضراتكم ان كل اللون اللي هو الغامق ده ده نمو جديد وباينه قدام حضراتكم هوات لسه حتى فيها اوراق صغيرة الطراب والريح الفتحة اللي فاتت اه بهدلة الدنيا طيب اه ده نبات نبات تاني هوات هو ده يا جماعة سبحان الله اثر الشمس الطبيعية بيبان على النبات ده النبات ده زي ما بنقول كده هو لو عايزين نرعاها رعاية صحيحة نبص الموطن بتاعه الاصلي الموطن الاصلي هو بيان مفوق الاشجار في الغابات النبات متسلج زي ما حضراتكم شايفين اه هو يعني المناخ الافضل ليه بالنسبة له الجو الرطب تمام مع حرارة اه يعني شوية يعني مش هنقول مرتفعة تمام وفي نفس الوقت يكون فيه اه ضق شمس بيوصل ليه لكن مش بصورة مباشرة وشديدة يعني هنقول ان شمس متغربلة زي ما بنقول دايما وبتوصل للنبات من خلال حاجة يعني ما تكونش حارقة لأوراق النبات لانه مش هيتحمل الشمس المباشرة الشديدة لفترات طويلة كمان يا جماعة يعني على سبيل الزكر الماء اللي هنروه به ياريت ما يكونش ماء من من الحرفية مباشرة يعني لو هنروه بمية عادية ما يتشرب يعني ياريت نطلعها ممكن نغليها ونسيبها تبرد او نحطها في حاجة مكشوفة لفترة يعني مثلا لمدة يوم ولا حاجة وبعدين نروه بها بحيث انها تكون تخلطت من جزء من الكولور بيمكنكم برضو تأكدوا المعلومة اكتر يعني وياريت برضو لو فيه اي خلل في المعلومة ما حد يفيدنا يا جماعة اللي هو في طبيعة الحال يعني في رعايتها ودي وجهة نظري برضو ان هي بتعتمد في جزء كبير منها على خبرة المربية ليه لان كل منطقة بيختلف المناخ فيها عن المنطقة التانية ده نباتة هوت برضو قدام حضراتكو بنشوف العقد ديات اللي هي عند خروج الورقة كل عقدة فيهم خارج من عندها مجموعة جديدة من النباتات اللي بالشكل ده كده كل ده مجموعة من دولت هتطلع بور عمنامي زي ده كده مثلا ده بيدي سبيل ان النبات يكبر بسرعة معنا وحجمه الضاعب فترة قليلا ما فيش مشكلة برضو ان احنا نرش النبات بالمية من فترة للتانية هتنظفه وتنظفه وتغسي الاوراق بتاعته تمام بس من يعني ياريت ما تكونش كمية مية كتير عشان ما تسببش ان يعني ما تبقاش سبب في تكون فطريات على الاوراق بتاعت النبات وتضره بعد كده هنشوفه قدام حضراتك هوات كل الاوراق اللونها مختلف ده ده اوراق جديدة واللي بيديها اللون ده يعني سبحان الله ايه الشمس بتديها اللون ده والمظهر الجميل ده الناس هتساءل برضو يعني فين الازهار بتاعت النبات ده موجودة ان شاء الله وهنورها لكو في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الارب عامين لكن احنا النباتات دي هت لسه خارجة من فترة سكون يعني لسه كانت جوه وبارد في الايام اللي فاتت والنبات ده بيريح في فصل الشتة شوي الحاجة الكويسة برضو احنا بنتبسط بها ان النبات لما بيريح فصل الشتة ان احنا بيبقى عرفنا ان النبات ريح يعني ما ارقناهوش وان شاء الله عشبانين فربنا خير ان هو بدخول الجو الدافي ان شاء الله هيبقى فيه المزيد من اللي اظهر ان شاء الله بإذن الله رب العالمين هنا برضو كده فيه قمة نامية وحتى تحت زي ما حضراتكم شايفين هوت ده برع من نامي برضو وده برع من جنيب برضو عندنا هنا يا جامعة هوت دي الاقمار الجديدة اللي ظهرت على النبات عندنا حاجة بسم الله ما شاء الله اهو لسه سيار شوية فالكاميرا يعني مش قادرة تمسكه بس الحمد الله اهو باين قدام حضراتكم هنحاول نوضحه لكو اكتر اهو الكاميرا ده اهو بدأ يظهر له مع عالم هوات وان شاء الله هنتابع معاكم ان شاء الله ونرحولكم اول ما يكتمل ان شاء الله بإذن الله رب العالمين النبات الجميل ده بقى يعني تعرض لحدثة كده وكانت قطع جزء منه لكن سبحان الله ربنا عوضنا اهوات بصوا عند كل مجموعة من العوعد يا جامعة حاجة بسم الله ما شاء الله كميت نور رهيبة الحمد لله رب العالمين عند كل عقدة هايت هادي عقدة عندها مجموعة اوراق في برعب نامي تحت هوات برضو تعال بقى نشوف هده العقدة الاولى والعقدة التانية فيها برعب نامي بس لسه متحركش هنا برضو واده مجموعة كمان على كل غصن من النبات بسم الله ما شاء الله شبه كده وده احنا حبينا ننهي به الفيديو مع حضراتكم اتمنى لو في اي حد عنده معلومة عايز يفيدنا بها او استفسار يسيب لنا تعليق بنتشرف بحضراتكم وبنتشرف بمتابعتكم ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون قدرنا نقدم اي حاجة مفيدة لمربين الهوية ودايما يا رب كده اخير ان شاء الله نشوفكم ونقابلكم دايما وكل عام انتم بخير بقرب مناسبة حلو الشهر رمضان الكريم ورب يتقبل منكم صحيح العمال وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا